اشتركوا في القناة قطر الشقيق تحقيق المزيد من الازدهار والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة ونوها سموه بهذه المناسبة بما حققته دولة قطر في عهد سموه على مختلف الأصعد من إنجازات حضارية وتنموية مشيرا سموه إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين مؤكدا مواصلة العمل على الدفع بالعلاقات الثنائية لمستويات أكثر تقدما في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية بما يلبي ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقي كما بعث صاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنئة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وأخيه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ترجمة نانسي قنقر